التوتر الأمريكي الروسي يأخذ منحاً تصعيدياً جديداً أو على الأقل هذا ما تشير إليه آخر تحركات واشنطن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على الأبواب ومن المقرر أن تعقد أواخر الشهر الجاري في نيويورك لكن في حدث استثنائي لم تحصل الوفود الروسية بعد على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة مما دفع بالسفير الروسي لدى الأمم المتحدة إلى توجيه رسالة بهذا الشأن إلى الأمين العام للمنظمة أنتونيو جوتاريس حيث أوضح بأن وزير الخارجية سيرجي لافروف بالإضافة إلى خمسة وخمسين ديبلوماسياً روسياً سيرافقونه لم يتوصلوا بأي شيء بعد الخارجية الأمريكية من جهتها أكدت أنها تتعامل بجدية مع التزاماتها باعتبارها الدولة المضيفة لمنظمة الأمم المتحدة مشيرة إلى أن عملية منح التأشيرات تبقى سرية وبموجب اتفاقية المقر لعام 1947 فإن واشنطن ملزمة بشكل عام باستماح للديبلوماسيين الأجانب بالوصول إلى المنظمة الدولية إلا أنها تقول إن بإمكانها حجب التأشيرات لدواع تتعلق بالأمن والإرهاب والسياسة الخارجية ويرى مراقبون أن تأخر الإدارة الأمريكية في منح الجانب الروسي التأشيرات اللازمة لدخول أراضيها يأتي على خلفية الأزمة الأوكرانية وهو ما يفتح المجال أمام تكهنات عدة فهناك من يعتقد أن واشنطن تتماطل في منح التأشيرات بهدف الضغط على موسكو بشكل مؤقت فحسب فيما يرى البعض أن موقف الولايات المتحدة ثابت وهو ما قد يجعل الأمم المتحدة تغير مكانا عقاد اجتماعاتها وخلال الأشهر الأخيرة رفضت واشنطن بشكل مستمر منح تأشيرات دخول لعدد من المبعوثين الروس دول أوروبية كذلك تحتزم الإعلان عن تعليق اتفاق تسهيل تأشيرات الاتحاد الأوروبي للحد من وصول السياح الروس في خطوة من شأنها تعميق الأزمة الدبلوماسية بين روسيا والغرب